مساء الخير، مساء السعادة والصحة، مساء الرشاقة والجمال على كل مشاهدين أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استشارة مع دكتورة مروة طبعاً أول حاجة أحب أفكركم بيها أن إحنا في شهر أكتوبر شهر أكتوبر أو أكتوبر الوردي، بينك أكتوبر ده شهر الكشف المبكر لسرطان السادي أحب أفكر كل واحدة فوق الأربعين أنها لازم تتجه لأي مركز أشعة وفي أماكن كتير ممكن تعمل فيها فحص الماموغرافي علشان تتطمن على نفسها ده إجراء وقائي حتى لا تشتكيش من حاجة وربنا يحفظنا جميعاً ويتم شفاء كل وريد ندخل بقى في موضوعنا النهاردة موضوع حلقتنا هو علاج التشنج المهبلي وهتكون دفتي النهاردة هي دكتور رانيا السيد عبدالعليم دكتورة وعضو هيئة تدريس العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب بالأسر العيني جمعة القاهرة أهلاً وسهلاً بيك يا دكتور أخبارك تمام؟ طيب نحب نعرف يعني إيه التشنج المهبلي؟ التشنج المهبلي ده معناه تشنج من اسمه تشنج في عضلات الحول وتشنج في عضلة المهبل عضلة اسمعت بيبوكوكسجيز مصر يبقى فيها سيفير اسباسم يعني تقلص شديد ومن شدة التقلص الاسم العلمي يبتعه في جينيزمس والترجمة بتاعته تشنج مهبلي ما قولوش تقلص قالو تشنج من كتر ما يعني المرض ده معروف بالتقلص العضلي الشديد طيب معلش هو احنا عارفين كلنا دايماً انه التشنج المهبلي لو حدا بتشتكي منه بتروح لدكتور النسا امتى تروح لدكتور النسا وامتى تروح علاق طبيعي؟ لأ بسي هو القصة اللي بتحصل هوليك هو اي حد بيشتكي من مشكلة في منطقة المهبل اللي بيحصل بيبقى اللاجيك انه هو بيروح لدكتور امراض النسا دكتور امراض النسا التشنج المهبلي زي ما احنا شرحناه عرفناه ان ده تشنج في العضلات التشنج ده بيمنع حدوث العلاقة الزوجية ما بتحصلش اصلا علاقة زوجية بسبب وجود المشكلة دي ممكن توصل في حالات كتير للطلاق للأسف يعني نتيجة جاهل العلب الناس بالمشكلة انا قلتلك في التليفون قبل ما نبدأ الحلقة القصة دي انه انا واصلا انا عملت على فكرة الموضوع ده لو الناس دخلت على اليوتيوب هتلاقيه الموضوع ده انا عملاه كذا مرة بسبب طلب الناس دكتور فعلا العلاقة المشكلة دي بتستبقيه سبب ان يبتنقذي بيوت ناس من الطلاق الحقيقة فعلا المهم ان ارجع لسؤالنا بعد تكاترة امر المشكلة انو الناس بتروح دكتور نيسا فاغلب تكاترة النيسا هو من وجه التنظر فعلا هي راح يتكشفت عنه عنده هو من وجه التنظر وهي الجهاز التنظري عنده سجيل في بعض الدكاترة بيبقى عندهم خلفية عن التشنج المهبلي وده رير لان هو حاجة في العضلات دكتور نيسا مش ممكن ميبقاش عنده خلفية عنها زي مثلا لو انا بقولهم لو انا حد جالي العيادة قالي انا عايز اولدها مش عارف اتصرف فده مش تخصصه فالقصة اللي بتحصل ايه انه هو كمان ما بيلاقيش حالة من المشكلة فالمشكلة اصلا بتتفاقم انه هو كمان بيقولها انت بتدلعي فالخلاف اللي بينها وبينزوجها بيزيد المشاكل بقى بينهم اصلا بتكبر لانه هو قالها انت بتدلعي لا 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 دي ما عندهاش حاجة فبندخل بقى فتاة مشكل اكبر هما بيقولولي لازم نطلع فاصل ده نطلع فاصل ونرجع لكم نكمل الموضوع جاءنا لكم بعد الفاصل وهنكمل موضوعنا مع دكتور رانيا تفضلي دكتور كميلي بس فلي بيحصل انه الناس لما بيروح الدكتور امراد الناس الدكتور بيقولهم لا ما فيش مشكلة دي بتدلع او كده لا لا دكتورت الناس يعني لانه افضت نظره الا بقى الناس اللي عارف يعني ايه تشنب مهبري فيه ناس عندها خلفية عنه فيه ناس لا زي ما قلنام هو مش مش التخصص زي ما احد يهد والدين يا دكتور انا مش عارف اولدها فهي على حسب ايه التخصص فيه ناس بتوجيهها صح تقولها لا ده تشنج مهبري وعلاجه بيكون كذا 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 وفيه مشكلة تانية كمان انه حتى علاجه احنا بنقول ايه ده تشنج عضلي فطبيعي اللاجك انه علاجه علاج طبيعي فلي بيحصل ايه انه هو اصلا حتى الناس يعني يعني يعتبر مش على مستوى مصري بس على فكرة مستوى العالم العربي يعني مفيش حد بيعالج اصلا مشكلة التشنج المهبري دي كتير فالعيام بيدخل انه هو اللي بيعالجوه عن ذلك انه انا عليكت قابل زي كتيره اطباء يعني نسا والاكطبيعي وتخصصات مختلفة واسنان يعني بايه اسبابه يا دكتور بستي اسبابه يا اما ايتي ببسط لهو حاجة جد لهو زي ما تس هي عندي كسب عسمة في الابتك تقلص عضلات ممكن يبقى من جار السبب وارد جدا انه يبقى كان فيه عندها خايفة فبتعمل في الاول في الاول العلوكة هي بنفسها بتعمل لتشنج ايرادي ومع مرور الوقت تحول لتشنج لايرادي عارفة زي مثلا اسهلها لكم شوية عشان تبقى سهل زي ما حد يبقى عمل عملية في رقبته وخايف مثلا يفردها في الاول تفضل متنية وينفع عن نفردها لو فضل تانيها كتير هتبقى فكسب اه وهتتحول ده ام ومش عارف نفردها فهي نفس القصة بتحصل انه ده كان تشنج يعني لايرادي وتحول لتشنج ارادي وتحول لتشنج لايرادي طيب وليه تشخيص المرض ده صعب اه ليه تشخيصه صعب عشان احنا قدمنا في السؤال البادري انه انه هو النسبة بقى اللوجيك انه هي تروح لدكتور امراض نسا قاد يوجيها وقد لا يوجيها فنبدأ بقى في لفة ان الموضوع ملوش حل انا بيجيني ناس من جاوزين بقى لهم سنتين لحد شفت الحد عشر سنين جاوز المشكلة عمالين يلفوا ومالهاش حل واللي يروحوا بقى ليه شيوخ واللي يروحهم مش عارفة ايه لحد صعوبة تشخيص المشكلة دي فان احنا نتوجه نروح لمين مين بيعالج المشكلة دي طيب ايه اعراضه بسي بقى اعراضه اول حاجة ان الزوج في وقت حدوث العلاقة الزوجية بيحصل انه الزوج بيلاقي مفيش قناة للمهبل للدخول بيلاقي الطريق مقفول خلاص بيبقى ده بينتج عنه ايه انه الزوج بيحس انه فيه ازاي كأنه سد حقيتي مفيش مجال مفيش قناة اصلا للمهبل والزوجة بتحس باستدام في السد ده فالزوجة تشعر بالقلم يعني الزوجة في الوقت ده تشعر بالقلم شديد فتبدأ تتمنى من ضمن الاعراض بسبب اللي بتحصل برده بسبب التمنى و بسبب التوتر اللي بيحصل بقى بعد كده في العلاقة رجليها بتتراش من منطقة الخود لان احنا شرحنا في الاول نوة ده تشعر نوك ده مش بيبقى في عدلة المهبل بس بيبقى في عدلات الخود كمان فتلاقي برده رعشة عند الزوجة فبعض الاحيان من شدة التوتر ده بيقضي ان الزوج يفقد انتصابه مرات عديدة اسناء العلاقة بندخل بقى في السايكل طيب ايه طرق الخاطئة اللي بتشوفيها في علاج جتة شانو جميع بس 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 دي اول حاجة بتتقال شفتها خاطئة ودارجة جدا ان هو يقولك ايه انا هحكم بوتوكس البوتوكس ده عبارة عن مادة اصلا بتعمل شلل في العضلات مؤقت اول مشكلة اولا ان ده علاج مؤقت ان احنا محللناش المشكلة مشكلة الاسبازم دي مسحللتش بشكل بيقعد شهور بيقعد ست شهور بس في الاخر ده علاج مؤقت تاني مشكلة ما بيقدرش يحقن عضلات الحوض وإلى رجلها تتشل فبيضطري فبيحقن هي عضلة مهبل بس فبعد ما بيحقنه البوتوكس بييجوا برضو عندهم نفس المشكلة يعني حقنوا واتكلفوا التكلفة المادية بتاعت البوتوكس وفي الاخر ما جابوش نسيجة ده ليه لان حقن البوتوكس بيعمل ايه اولا ارتخاء لعضلات المهبل بس مش هيرخ لعضلات الحوض فبعد المشكلة عندها لانه ده وده التقلص الشديد لفعضلات الحوض والتقلص لفعضلات المهبل اللي اتنين مع بعض مساهمين في وجود الازمة دي فإيه اللي بيحصل ده بيقدي لانه ما فيش ارتخاء كامل لمجموعة العضلات كلها بقرخينا المهبل والحوض ده بالنسبة للبوتوكس من ده من الحاجات اللي بتتقل برضو الشائعة اللي بتتقل قلط طب احنا هنفتح ونعمل عملية توسيع يا فندم المشكلة انت بتفقدها في العضلات مش يعني مشكلة في العضلات في العضلات مش في الكنتور انت افقدتها ميزة عندها ان هي الكنتور عندها يكون الحجم ديق دي ميزة بتساعد في قوة الانتصاب عند الزو وبتساعد في حدوث النشوة الزوجية انت افقدتها ميزة كبيرة يا فندم عندها وفي نفس الوقت ما حالت لهاش المشكلة وجالي حالات عمل وفعلا من القصة دي وفعلا ما جابتش نتيجة على فكرة وبردو وعملنا الجلسات يعني كنا وصعنا الكنتور يبقى احنا جلنا حالات اللي عملت بوتوكس ما جابتش نتيجة لان احنا ما حالت لهاش الخط كمان بلاس كمان عايزين ندوهن بوتوكس دا اي حاجة عملت شلل في العضلات على المدى الطويل مع الحمل والولادة ممكن يحصل بالإضافة ان هي برضو بقت عرضة الاولين عرضني ما حالي ليش المشكلة عرضني لعرضة المشاكل فيما بعد الحل التاني الخط اللي بيتقل اللي هو عملية التوسيع احنا مشايزين احنا مشايزين احنا مشايزين اصلا نعمل عملية توسيع احنا مقناش ان الدنيا عندها الكنتور بتاعها كويس المشكلة في اللسباز متقلص الشديد اللي حاصل في العضلة طيب اتعاطر العلاج الصح احنا قلنا الخطأ بس انا عايزة اقول بس نقطة لسه فضلة عشان يعني دي دي ردود اللي 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 طلبتها مني من الحاجات الخطأ اللي بنستخدمها برضو حاجة اسمها الديليتورز يعني موسعات تمام موسعات بيجيبوها بأحجام مختلفة طب يا جماعة ما هي لوجك لو هي كانت قادرة عضلاتها على دخول اي حاجة دخل المغبة فكانت حصلت العلاقة الزوجية هي اكيد ما تقدرش تدخل حاجة ودي برضو من طرق العلاج اللي بتفشل وممكن ايه لي بيحصل بتدخل اول حجم تاني حجم التالت مش بتقدر مش بتقدر تدخل الحجم يعني الاحجام اللي بعد كده فبتفدل برضو المشكلة قائمة عمليه مهتما يقول للنس عشان نرحم الناس من اللفة اللفة الخاطئة اللي بتحصل طبعا بعضين بقى اللفة استحنها العلاج المغزلات احنا شرحنا في الاول يعني ايه تشنج مهبلي بقلنا انه ده تشنج في عضلات الحوت وعضلات المهبل تمام طيح احنا نبدأ ايه بنعمل ثلاث زيارات كل المشكلة دي علاجها بيخلص في ثلاث زيارات بس كده ايه هم الثلاث زيارات دولة بنعمل فيهم جلستين في اليوم جلسة ارتخاء كامل العضلات الحوت عشان الدخول للمهبل يبقى سهل نيزة بقى العلاج انه هو مش قائم على الاحتمالات ولا حتى على رأي الدكتورة انه هي قالت كده تمام او لا او احساس المريضة او كده ان احنا بنعمل فيه حاجة اسمها الجهاز بيقاس بالارقام وانتش طبعا عارفة اعلى درجات الاياس لما يكون حاجة بتعملها باياس باشعة باياس رقمي فطبعا لا النتائج بتبقى الحمد لله فوضل لا مضمونة وبنبقى متأكدين الحالة خافت سواء انا او هي او زوجها لان احنا شايفين على الجهاز الرقم اللي بيدينا درجة الانكباط ودرجة الانبساط العضلي اللي حصلت وكل دي حاجة اجهزة اه ولا اجراحة ولا اي حاجة كله باجهزة سواء ارتخاء الخوت او ارتخاء المهبل ده جهاز بيدخل جوة قناة المهبل بيسعيدها انه هي يحصل وبيبان قدامنا انه على الارقام اه درجة الانكباط كانت ايه وبيبان ازا كان بيبان بقى في اول جلسة بنعرف التشنك ده متوسط ولا كان سفير شديد ولا كان خفيف بيبان خلاص اه دي اول هدف في الجلسة الاولى نتطمن ان البروب عدينا الموضوع ده تاني حاجة بتحصل بيحصل حاجة اسمها سيكولوجيكا الاشورانس يعني 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 العيانة بتتطمن وهي هتموت بنكسر الحاجز النفسي ده عندها لما حاجة بتدخل جوه المهبل ما بيحصل لهاش اي حاجة ده اول جلسة ولا اول يوم كل ده احنا بنعمل جلستين الجلسة القول على الخود الحود ده من برق خالص احنا دلوقتي بنتكلم على الجلسة التانية في اليوم الاول اوكي اوكي بس فاحنا كده التمنى التمنى على الدخول التمنى هي التمنى توهد الحاجة التالت يا ربي اشوف اي رقمين على الجهاز يقولوا لي انه في انكباط وانبساط ليه بعمل لانه اذا كان في انبساط حصل ولو مرة واحدة قبل كده كان هيتقال لي ايه ده حصل على علاقة مرتين وعشرة لا لكن دولا بيقولوا ما حصلش اصلا علاقة خالص فاحنا متأكدين انه اكيد ما فيش انبساط اكيد كده في انكباط بس فبنبقى عايزين نشوف الانكباط والانبساط وده بيبين بقى بالارقام على الجهاز المرة الثانية برضو بنرخي الحوت وبعد كده بندخل الجلسة التانية بنبدأ تبقى دي بقى بتبقى جلسة لصيفة خلصنا كل الحاجات الصعبة في اول مرة الجلسة التانية او الزيارة التانية بمعنى اصحى نعمل الجلسة على الحوت برضو وجلسة على المهبل الجلسة اللي على المهبل باطنز جلسة استركائية بنوصل فيها لحد رقم معين على الجهاز درجة ارتخاء معينة الجلسة التالتة بنوصل فيها المفروض للنورمال وبنعلمهم الوضع الصحي اللي يحصل منه العلاقة لانه مش كل الاوضاع بتنفع في حالة التشنج المهبلي بنديهم الايام اللي بيحصل فيها التبويض بيكون كويس انه غالبا هم بيقوم متأخرين شوية في قصة الحمل ده لو ازا ما حصلش حملة من الخارج زي ما بيحصل عند الناس بس فاغلب يعني الاغلب لا ما بيحصلش حمل فبنعرفهم ايام التبويض يعني وقايفية حدوث وعدد المرات اللي يحصل فيها العلاقة بنقولهم كل حاجة خاصة عن الموضوع ده بس طيب عايزين بقى نختم موضوعنا باستشارة ونصيحة لكل زوجين طيب انا بحب دايما نقول نصيحة للزوج ونصيحة للزوجة الزوج باقوله على فكرة مراتك مش بتتدلع مراتك مش ممتنع عن العلاقة مراتك عندها مشكلة دورة انك تقدم لها دور الحماية والصبورة المساندة النفسية والمعنوية تمام الحاجة الزوجة بقى دايما بقى بحب دي نصيحة مهما الزوجة دي ان هي ممكن تخير التراك بتاع العلاقي والتراك بتاع حياتها كلها بصي طالما احنا تواجعنا فرد فعل طبيعي ان احنا هنحس بخوف لما تيجي محاولة او تيجي الجلسة طبيعي انه هيبقى فيه خوف خدسي حوقنا واجعتك طبيعي وانت بتغذية في ذاكرتك الخوف ده لاجيك وما فيهوش مشكلة بس خاليني اقولك انه هناك شعرة بين الخوف الطبيعي اللي هو طبيعي عنده كل الناس وحد تتواجع فتاني مرة هيبقى خايف وبين الخوف المرضي اللي هو احنا بنسميه مرض الفوبيا فوبيا العلاقة فوبيا لانه دخول اي حاجة داخل المهبل الفوبيا دي ممكن هي اللي توصلنا بقى لتراك طويل يعني احنا تكلمنا مثلا انه ان العلاج الطبيعي هيبقى هتبقى انت عارفة اخرك فين واحد اثنين تلاتة لو دخلت بقى نفسك في التراك العلاج النفسي ده حاجة احنا مش شايفين اخرها ممكن تبقى شعر ممكن تبقى سنة ممكن تبقى عشرة وده الحاجة العائق الوحيد اللي ممكن بندخل في الحلقة مفرغة ان العلاج بتاعنا زي ما احنا قلنا يعني احنا بنبقى متأكدين ان نسبة العلاج يعني تعتبر تلهمها ايسا تعتبر بازن ربنا طبعا وربنا هو الشافي تعتبر يعني مية في المية لكن احنا بنقول للمرضى دايما تسعة وتسعين بقى عشان الواحد في المية اللي هم بيدخلوا في دايرة التراك النفسي الشديد ده وهي لو اتحكمت في المشاعر السلبية ان شاء الله بتخلص المشكلة يعني هو كل من منعالج الموضوع بدري كل ما بيبقى احسن عشان ما ندخلش في مشكلة نفسية بعد كده بالزبط تأثر علينا وقت طويل طبعا والعلاج فعلا فعال طبعا بس اي علاج انت يفهمه طبعا دكتورة مروك قصة دي انه اي علاج طالما فيه objective measurement انت عيسا ومتأكده الجهاز بي يعني احنا بنبقى عارفين درجة الانكباط ايه ودرجة الانبساط ايه العضلي الارتخاء العضلي حصل قدي هل وصلنا للنورمر ولا ما وصلنا لوجه بس وكل القصة اصلا العلاج يعني ثلاث ايام ثلاث ايام بس كده وهيوفر مشاكل كتير مشاكل زوجية وممكن تؤدي للانفصال يعني وفي حالة قريزي فعلا حصل انفصال وفي حالة حصل فيها مشاكل لا ان شاء الله جماعنا ندي امل للناس ان شاء الله انه في علاج انه الموضوع سهل هو مرض زي اي مرض حتى مش مرض هو تشنج عضلي تشنج عضلي زي ما تبقى صحيح في ظاهرنا اه في ظاهرنا فهي لو مشكلة كبيرة اوي مكنش علاجة ياخد ثلاث ايام احنا في حالات الشهو الناس في بنقعد بالشغور زي حقيقة فهمني لكن احنا لو هي مشكلة كبيرة بس هي التركة نروح لمين مين اللي بيعالج المشكلة دي لانه فعلا فيه نقص في مين بيعالج المشكلة الحمد لله احنا العلاج ده متوفر عندنا في العيادة يعني الحمد لله بيخدم الناس كلها في منطقة حتى العالم العربي مش في مصر كلها الحقيقة بنشكر جدا دكتور رانيا سيدة عبدالعليم دكتورة واستشارة للاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب وعضو مجلس عضو 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 هي التدريس بالأسر العيني جامعة القاهرة حيك تحبية تقولي اي نصايح تانية ولا اوكي قلنا النصايح خلاص تعمل خلاص واتمنى يكون الفقرة دي نفعت ناس كتير واما حاجة طبعا نتجه للعلاج علميا فأي حاجة علشان الجهل ساعات بيوصلنا لنتيج سيئة جدا والخراب بيوت في حالات كتير نشكركم واستنونا بعد الفاصل